السلام عليكم 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 السلام علي السلام علي السلام علي السلام عليكم 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 في بيتنا ما نأكله قال هما يعني قال لي شنو عندك قال يا رسول الله لي عندي كوب وعندي قاعب واسميته حلس عندي غرف وعندي واحد الهردال تنقولوا ليحنا ماشي زربية اللي ناجد قتيل زربية رقتي هردال من دوك الهردل قال لي يتيني به جابهم لي فالنبي صلى الله عليه وسلم بالتفتل الصحابة قال مان يشاري هدي فقال صحابة يا رسول الله انا اشتريه بيدرهم فقال من يشتريه بيدرهم مين انبرا خطط لي في دماغ دياله فقام الرجل فقال يا رسول الله انا اشتريه اشتراهم دفع عليه قل لي هاك درهم اشتري به المكلة لذارك لولادك عتقم بعدهم اللولين ودرهم اشتري به قادو من وقتيني به الفاس فاس الراء على الحديدة جاء ودالي النبي صلى الله عليه وسلم خشبة يعني خشبة فيه قال لي هذا يذهب الى الجبل فحتطيب ولا اراك الا بعد خمسة اي خمسة عشر يوما وفعلا بعد خشبة عشر يوما كي يحتطب ويبيع فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم خمسة عشر درهم خير له هاد المسألة اللي دار ووجو فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير له من ان يتكفف الناس خير شوف انتقل من فقر مدقع ما عندوش ما يكل انتقل الى اين انتقل الى الكفاف يعني هنا كان لمسوا مسألة تخبيت يعني الرسول عليه السلام شو كيفاش خطط نعم يعني بيعو شراء ومن بعد استثمر هدوك الفلوس ومن بعد يعني فعلا ما بقاش هنا في حاجة شديدة وهنا اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خطط بصفته يعني باعتباره نبيا فهو باعتباره كذلك رئيس الدولة فهو اعتباره كذلك مسؤولا فلذلك مطلوب من الحكومات العربية ان نتخطط الهد وحنا كذلك لانفسنا اننا نخطو لاننا نخطو لنواجه الفقر لان الفقر هذا ما معنى الفقر الفقر حالة حالة يعيشوا الانسان لكن اذا واجهت هذه الحالة بتخطي دائما استاذ ولا لا نعم دائما كتكون ولا بعد المرات غير احيانا يعني في حالة مسأل تتسول يعني انسان ما عندوش ودطر انو يتسول مثلا وشك حيط حنا دا بقاش نشوفوا مثلا نفس الوجوه تتسول دائما تتسول دائما هؤلاء هاد ناسة لم ندرش عليهم لان هادو محترفين هادا التسول عندو عندو فالبطاقة ديالو هو ديراب بطاقة عندو بطاقة خاصة فيها متسول يعني ما غاديش حتى ولو جيء اللي هو بالبحر ذهب ما غاديش يحبس يعني المسلم اللي هو مسلم حقيقي ايلا قاعد طراتو الظروف الى التسول كتكون مرة واحدة مثلا مش ديمة تتكون عندو اسباب تتكون عندو العبر ديالو امالله من قالك شي اللي يسأل من سأل الناس بغيري حق جاء يوم القيامة وليس في وجههم مزعة لحل الله يودي يعني تعرفيش نوات حتى تمديدك الناس وامتاق بامكانك تشي تجيبها تشي تديرش حاجة تديرش حاجة وتبيع وتشير وتقول الله اللي علم وتجيب رزقولاتك خير لك من انك تكفف الناس وتجيهم القيامة لوجه ديالك ما فيش قال الحم يجي هيكل عظمي عظومة فلذلك احنا سنقول انه لا يحل لمسلمين انه يمديد ديالاخرين الليلة كان عندو دين غرم مفضع او الام موجع او فقر مدقع عندك وحدة من هادو ماشي مشكل حل المشكل ديالك ولكن من بعد شوف حل الاخر حل الاخر للحالة ديالك الفقر ليس حالة يعني اللي تجدع على الانسان وتخليه الى الابد لا الانسان اللي تتنزل عليه حالة الفقر تيوجه تيوجه والنبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديثة اللي صارتنا قبله علمنا كيف نواجهه الفقر نواجهه بالتخطيط اذا دقت عليك الشباب الان اذا دقت عليكم الارض الان هنا فبحثوا عن ارض اخرى بحثوا عن مكان اخر ضربوا في الارض خرج جسدي الم تكون ارض الله وسحفته هاجروا فيها انسان يهاجر في ارض الله ويبحث عن رزق الله اه يعني احنا كنا نقوله بان الهجرة الى الخارج يعني رأى فيها كذا اصبح الان يعني خصون في العالم العربي حيث ضيق الرزق يعني هذه البلدان فيها الخيرات الكثيرة ولكن الناس لا تستفيد من هذه الخيرات يستفيدوا منها واحد القلة من الناس اصبح لزاما على هذه الشباب انهم يمشوا يقلبوا على رزقهم حيث يوجد الرزق وحيث يوجد العدل حيث يوجد يعني السعة في الرزق للناس انا اقول ان التسول هذه ظاهرة خطيرة تترك فتران تتلقى لكي تسول وقف لكي الاخرية الآن تتفشي غير المواقف استسمح على تسمية هذه لا 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 اماكن الاضواء الحمراء يعني الفرجة اعجب الشرية ولا تتوقف لا لا يفرجوك في تيبي. الا من رحم الله. هدي الظاهرة خطيرة جدا. الله يحسن عوين. ما عرف نجدوك الناس شنو عندهم. والاهم ما باقو السادة ردد الفعل اللي ولادك تكون من بعد ما تقوله الله يستهل. ما لا يتقبل. هديك ما بغي ناش ندكروها لينا ما بغي ناش ننسي أولاد الناس هدو. ولكن كين واحد الفئة منهم. لا احسن مغربة مغربة سوريينة. شوف في امنهم. في احسنتي في امنهم. راكين واحد رد الفعل اللي. ما هي تقولي الله يسه أي شريف. يبقى يشوفك واحد يشوفها تيى. والله كما كادا. ولا قدر يشتمك قاعد يقدر يشتمك. لا انا اتشتمت واحد النار. والله في السيارة والله. لا تشتمت بي الله. ما تشتم المعيار ديل. على الحياة عندม الله على ربي الله يدخلكم الجنة والله. اخي انا ايش انت اه ولدك خلاك لي الوليد وما يشتكش ولا شنواتش. لا لا بزاف. لا هذا الظاهرة ديل التسوول هدف الفروجات والله تخطير جدا أحيانا قد تنقلبه إلى غريساج ومن مظاهر ديالة كذلك الجديدة فرض بعض الخدمات مثلا خدمات هذه ديال مسح زجاج نفخ الإطارة ديال السيارة غسل السيارة لا أقول الله تندخل يا شريف رأى مغسولة يعني في الأخير تتقول لي معاي معاه تتقول لي يا ربي يشكن يفكني من هاد السيدة رأى خطيرة هاد الظاهرة هدي وكأنه مثلا هاد الناس يعني يحسوا أنه عندهم حق في مالكة وش هاد الصورة كيف مها كده وش صحيحة نعم سيدر بيدا لهم حق في المدينة ولكن سيارة جوان تكونها من ندينا ذكرهم الله سبحانه وتعالى انتحتك وانت كتفت بارك الله كداشي لأخير وجي تقول لي أخوك ضعيف وانت كتف كتزين وتمشيل وانت تقول لي وتقول لي أخوك ضعيف والله العظيم إلا وحدي وانت تقول لي أخوك ضعيف وانت تقول لي أخوك ضعيف ولا شادك الكتاب لا تشيد تخدم بهم تشيد تردم بهم تشيد تهزب بهم دير شي حاجة تحرك تحرك رأى ربي وخصوصا أنهم يعني دائما ليوم غدا تتلقى ربما غدا الناس غدا يقولوا السيد قصع لي نفس لم يتعاطف مع يعني هاد الفئة هادي ولكنهم مش عدم تعاطف في قدر ما هو توضيح ما معنا المتسوي متاب في الإسلام ممكن أنا كتسول وأنا كتتمدي أنا ما بغيش شي مسلم يوم القيامة يجي ويقف قدام سيدر بي يقول لي سيدر بنتا إلى النار علاش لأن ربي يعطاك صحة يعطاك عقل كنا أصدق الآية اللي كيطلبوا من الناس زعمائيش حافة أو إيش حاجة بحاجة للفقراء الذين ويحسروا في سبيل الله ليستطعنا ضربا في الأرض يحسبوهم الجاهل وأغنياء من التعب فتعرفون بسيهم ليه يسألون الناس إلحافة لا يسألون الناس إلحافة بس شرح لنا أستاذ المسألين هاد الآية قلت رانزلت في الصحابة رضي الله عنهم إحدى الغزوات ما خرجوش لأنه ما عندوش بشر الخرج وما عندوش وإلى آخر فأحصروا منعوا من الخرج ف يعني إلى الشتيوب تتقول هادور أغنياء من خلال لبسهم من خلال إلى آخر ولكن ما عندوش حد الكفاف ما عندوش فالناس يعيبون وإلى آخر فأنزل الله فيهم القرآن للذين أحصروا في سبيل الله ليستطعنا ضربا في الأرض ضربا هو الخروج للقتال في سبيل الله نعم يحسبوه الجاه الأغنياء من التعفف من التعفف ممتعفف هذا هو صرح الآية أستاذ هو محتاج ولكن يتعفف عندنا في المجتمع دي لنا هادور عندنا في المجتمع دي لنا تتلقى من الجار تتلقى هجارات تتلقى إلى آخرين رمز كين تنقلوا بالدرجة دي لنا مضروبة فيه للأعظم ولكن ما عندوش ديك القابل يمشي يمدي ديه الى الى دلاتة راه الى عرق راه الى مشيت تاغير قال لك اخويا الى اخرى راه تلقاه العرقان كله حشمانه وماخدش يكملها عناش هذا نعطيه هذا اللي وقف عليه اخوة المسلم وكذا وكذا نعطيه وبحال هدول كيتحروا الناس عليهم مثلا انه يبغوا يعرفوهم باش يعتوهم لانهم ستلقى هرام كافح ولكن مسكين محقا هذا المسألة حلال في حقه طيب لا يسألون الناس الحافة يعني اللي لا يسألون الناس من شدة الحياء من شدة الخجل من شدة يمنعهم هذا الوضع ديالهم الموقع ديالهم الاجتماع وكذا ويمنعهم من ذلك حتى المستوى ديالهم عرب بيس يمنعهم من ان يمد يده يلتحفوا بالفقر ويلتحفوا كذا وما يرضاش انه ينزل الكرامة دياله الى مستوى التسول ان يتسول الاخرين فهذا الظاهرة هذه ديال ظاهرة الفقر هي في الحقيقة عندنا في المجتمع ديالنا وازدادت في هاد السنة الاخيرة مع كورونا مع تسول الالكتروني قلناك بلا تسول الالكتروني تسول في موقع التواصل دب هاد الناس دولي تتلقاهم دب دير دير تتلقى امرأة انه مغناش نرجعوا لهذا الموضوع لانه اكره الحديد في هذا الموضوع بالخصوص هذا الموضوع عادل تلقى امرأة دات جمال ودات قوام ودات الاخره وتتسول بالطريقة غريبة جدا تبيع جسدها يعني للعالم كله ومش يغلم غربها للعالم كله يتفرجون عليه يتفرجون في جسدها وفي شكلها الاخرية هذا نوع من تسول هذا تسول ما تقولش لي لانه مش تجي مرأة وتبدأت تورك في الدد ديالها وفي البدن ديالها يمينا وشمالا خلفا اماما كذا وكذا الاخرية درها ناشاء الله هاد القنوات مثلا على اليوتيوب نوع يعني الطبيعي انهم داروا باش كي يقدموا واحد المحساوبة فكتلقى وترى هاد نوع الجديد من تسول ان الناس يتسولوا ذوك الجام يعني اخسر ديالي الجام وغلا باش يربحوا لهم ساندوني بكذا وكذا وكذا ولكم 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 هذه صورة غريبة سبحان الله تقولك انا ارها مفحليش وكذا ومبا بيتين ودير لي يعافك جام باش تعاوني في القناة سبحان الله وهان تعاونتي اليوم وغدو بعد غدو بعد غدشك هادا نوع من التسول وبطريقة غريبة جدا را قلنا قبل انا را حني را تطورت اساليب التسول را مقاجدك التسول ديال كيمشيل زنقا وتيتقل ويلاخر المؤمنين عاونين را ولت اساليب اخرى جديدة را قلنا في مواقع التواصل في اتصالات في اتصالات ديال ديال المواطنين في المواقع الالكترونية را 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 ما شاء الله كل شيء ولا كي تسول كل شيء تسول خدام كل شيء خدام كل شيء خدام خدام وتدير هذا شيء انا بغيت غير نقول لها الناس هدو هدو اللي تيقول لك مثلا عنده قناة ولا عنده كدف المواقع ديال التواصل الالكتروني الاخري تيقول لك الله يخليكم دير ليها معجب معجب ورك على نعم ورك على نعم را الشيء دك المحتوى اللي تيقدم ذك السيد إذا كان محتوى سيئا إذا كان مصيبك حلا را كل من ضغط على زر لإعجاب فهو يشارك في هذه السيئة من سنة سنة سيئة في الإسلام فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيئا فنكونوا الله يخليكم ماشي أنا كنشوفوا التفاهات التفاهات في هذه المواقع هذه تسول بالتفاهة تسول بالحرام تسول بعرض الأجزاء ديالنساء لهذه الدرجة هذه والأجزاء المرأة المسلمات تعرضوا جسدها للحرام العالم كله يتفرج فيها حتى المكبوتين جنسيا في العالم يشاهدون عورتها ويتلددون بها ما هذه الحالة التي وصلنا إليها يا عباد الله بهذه الطريقة للتسول فأخصان راجعوا نفسنا